موسيقى الرحمة والخلود على أرواح شهداء العراق والخزي والعار على كل من تلطخت إيده بدماء المتظاهرين السلمين هذول المتظاهرين اللي طلبوا بس حقوقهم لا أكثر طلعوا بأعلامهم ينادون بحب الوطن الرحمة والخلود لهم ربي يتقبلهم جميعا وإن شاء الله ينصر الشعب العراقي على أعداءه يوم 25 من الشهر الماضي انكتب بتاريخ الشعب العراقي لهذا بمباراة العراق وإيران أتمنى من الجمهور اللي يحضر بالبصرة أن يدعم ويشجع المنتخب العراقي بالدقيقة 25 أتمنى جمهور كله يصيح باسم العراق مثل ما يصيح المتظاهرين حاليا ويرفعون أعلام العراق بكل محافظات العراق وما أنصحكم بالدقيقة 25 توقفون دقيقة حداد لأنه بكل سهولة القناة العراقية رح تطف في الصوت وكأنما ما سويتوا شيء لهذا الهتاف باسم العراق ورفع الأعلام العراقية بالدقيقة 25 هو الطريقة اللي من خلالها تقدر تعبر عن رأيك من خلال الملعب لأنه تعرفون أي لافتة موجودة بالملعب ممنوعة لكن تقدر تعبر بطريقتك بالدقيقة 25 عن حبك وانتما أكل العراق بالهتاف باسمه ودعم المنتخب أمام إيران والبحرين هذا مقترح من عندي أتمنى أنه تنشروا على حساباتكم بالفيسبوك على تويتر على انستجرام أتمنى تكون لنا وقفة جدية من الملعب لدعم البلد وبالرجوع إلى موضوعنا كتانيش يعلم التشكيلة الأساسية لمباراتين إيران والبحرين المصيرية كتانيش أعلن القائمة اللي تتكون من 24 مثل ما شفتوه الشي الغريب اللي آني شفته كتانيش استدعى ثلاث حراس مرمى تسع مدافعين تسع لاعبين خط وسط ثلاثة هجوم يعني كتانيش بهذا التفكير بهذا الاستدعاءات ماتة ينطيك فكرة أنه هو مركز على خط الوسط مركز على الدفاع والهجوم ثلاثة لاعبين وخلص يعني أنا ما أعرف أنه لا سامح الله ممكن أنه قبل مباراة إيران بالتدريبات انصاب عندنا مهاجم شون اللي رح يسوي كتانيش رح يبدله رح يجيب لاعب جديد من بره ويحطه بدال هذا المهاجم أو لا سامح الله في لعبة إيران انصاب عندنا مهاجم آخر كتانيش رح يجيب لاعب همين جديد ويدخل المنتخب والله تعالى تصير مهاجم من الأفضل الكتانيش أنه يستدعي ثمان لاعبين وسط وأربعة هجوم له تسع لاعبين وسط وثلاثة هجوم أنا من رأيي أشوف أنه كتانيش كان على الأقل يسحب أربعة مهاجمين أوكي آمنتوا بالله أنه كتانيش ما رح يلعب بثلاث مهاجمين لكن شي سوي بتسع لاعبين وسط جايبهم المباراتين شي سوي بتسع لاعبين خط دفاع هذول كلهم بدي كدسهم على أساس اللعب الهجومي يعني كتانيش بهذه الفكرة بهذه الاستدعاءات ينطيك فكرة أنه هو مدرب قد يكون دفاعي مدرب يلعب على خط الوسط وما لأي لمسة بخط الهجوم هل من المعقول أنه الدوري العراقي ما يقدر يجيب مهاجم رابع يعني استدعى على عباس على عبدالزهرة وميمي ما يكن مهاجم رابع ممكن أنه يلعبوا يلعبوا يعني الكرة العراقية والدور العراقي فقير لها الدرجة أنه ما يقدر نطلع به لاعب إذا هي شي فمين جاب دول اللاعبين الوساط مين جاب الدفاع أغلب اللاعبين ده أشوفهم محليين أصلا لكن برأي أنه كتنج نوعا ما ما يعير أهمية إلى خط الهجوم بالنهاية هذه أفكار مدرب وخطة مدرب ما حد يقدر يعترض عليها خصوصا أنه كتنج صال لأكثر من سنة يلعب مع المنتخب العراقي وهو عنده خبرة وياهم نجي على التشكيل اللي أعلنها ثلاث حراس جلال حسن محمد حميد فهد طالب بالتأكيد جلال حسن مصاب وراجع من إصابة وسحبه بشكل مباشر لحد أن جلال حسن ما لاعب مباراة تدريبية ولا متدرب ممكن لكن ضمن أنه رح يكون لاعب من ضمن المنتخب الوطني من ضمن قائمة الأربع وعشرين وأنا على أغلب الظن أشوف أنه جلال حسن رح يرجع كحارس أساسي للمنتخب العراقي أما بخطة الدفاع سحب كل من علي عدنان وضرغام أحمد إبراهيم سعد ناطق علي فائز ريبين سولاقة وميثم جبار وعلاء أمهاوي ومصطفى محمد هذول اللاعبين اللي ذكرتهم كلهم مجرد أسماء نعرف كل جزيلا أنه كتانيش رح يلعب بعلي عدنان بسعد ناطق أحمد إبراهيم وعلاء أمهاوي ذول الأساسيين ماتوا أما بقية اللاعبين فهم بدلاء ممكن ينزلهم إذا اقتضت الضرورة لكن بشكل أساسي ومتعودين نحن على كتانيش تشكيلته ثابته ذول الأربع مدافعين هم اللي حاجزين المكان ومن كل قلبي أتمنى لهم التوفيق أمام المنتخب الإيراني أما خط الوسط سحب كل من إبراهيم بايش وحسن حمود ومجد عطوان وصفاء هادي بشار رسن محمد قاسم محمد رضا همام طارق وشريف عبد الكريم إذا أظل أعدد بخط الوسط رح أبقى دقيقة كاملة بالفيديو أعدد بخط الوسط من كثير اللاعبين خط الوسط اللي مستعدعيهم كتانيش لكن بالمجمل أكو ثلاث لاعبين إلى أربع لاعبين ممكن يلعب بيهم كتانيش والبقيئة رح يكونون تحصيل حاصل موجودين ذول أربع لاعبين حسب ما أشوفهم أمجد عطوان أولا أما الثلاثة اللي أرشحهم أن يكونون أساسيين يعني اثنين معدهم أساسي نوية أمجد عطوان أمجد عطوان مئة بالمئة أساسي قد يكون واحد من إبراهيم بايش بشار رسن وهما مطارق هذه التشكيلة ما الكتانيش اللي متعودين عليها وقد يدخل بالحسبان صفاء هادي يعني ذول من الخمسة ممكن تختار ثلاثة رح يكونون هم الأساسيين بقية اللاعبين مجرد أسماء جوي وسحبهم كتانيش ها وطبعا يمكن كتانيش يلعب لك بأربعة خمسة وسط على حساب الهجوم لهذا يمكن لذكرتهم كلهم رح يكونون أساسيين على حساب المهاجم أما إذا رحنا إلى خط الهجوم سحب كل من مهند علي وعلى عباس وعلى عبد الزهرة كتانيش أمام المنتخبات اللي أقل قوة من إيران والبحرين ما لعب بثلاث مهاجمين لهذا ممكن يلعب بمهاجم واحد أو مهاجمين اثنين ممكن أنه يبدب على عبد الزهرة وميمين كملنا التشكيلة ما عندنا بها أي شيء نتمنى المنتخب العراقي أن يحقق الفوز أمام إيران والبحرين لكن قبل ما ننهي الفيديو كتانيش ليش استبعد لاعب مثل جيلوان حمد يعني أنا أتقبل أنه استبعد أحمد ياسين وجست الميران بسبب مشاكل بسبب أنه ممكن ما أجوا للمنتخب مثله ببعض المشاكل الخارجية ممكن أتقبل هذا الشيء أكو عذر نقول أنه من خلاله ما سحبهم والمنتخب العراقي مثل ما تشوفون ما هو أقف على لاعب فإذا كان عدهم عذر خلنطيهم عذر أنه ما زحبه وإحمد ياسين وجست الميران فممكن أنه نقبل هذا الشيء لكن لاعب مثل جيلوان حمد رحت جبته انطيته الجواز خليته يلعب البلد الأم رجال عراقي لكن مولود بالسويد وعايش بالسويد رحت له للسويد وجبته وقيت له تعالي لعب للمنتخب العراقي جيت جربته بـ 15 دقيقة الـ 15 دقيقة ما أحد انطى طلبه هل من المعقول أنه أنت انتهت المباراة الأولى والثانية اللي تشنت مستدعيهم بي جربته ربع ساعة وبعد يلا زمت الباب قلت له يلا روح يعني لاعب مثل جيلوان حمد استبعدته وجبت ثلاث لاعبين اجداد لأول مرة يمثلون المنتخب شنو معناها هل انه جيلوان حمد مثلا ما عجبك هل جيلوان حمد أحد قالك طلعه هل جيلوان حمد تسوفت شي لحد الآن احنا كمتابعين رياضيين ما شفنا مستوى أنا مو من الناس اللي أحب اليوتيوب وأشوف اليوتيوب من خلال أشوف اللاعب أنه هذا اللاعب أقول علي زين لأنه اليوتيوب مثل ما تعرفون يركز على الإيجابيات ويترك السلبيات أنا شنت أتمنى أنه أشوف جيلوان حمد مباراة كاملة مباراتين هل تشوفوا هذا شنو ليش الجمهور العراقي صال لخمس سنين يطالب جيلوان حمد وجيلوان حمد آخر شي من جبنا ربع ساعة ويا الله اطلع كأنما أنه بس دا نحرق ورقته شنت أتمنى أنه جيلوان حمد ينطوه فرصة أكثر لتمثيل المنتخب العراقي عسى ولعل أنه يكون لاعب زين يفيد المنتخب العراقي لهنا نكون خلصنا فيديو اليوم أتمنى لكم حياة سعيدة أتمنى العراقي يرجع عقوة وأتمنى المنتخب العراقي يتأهل إلى كأس العالم وإن شاء الله إحنا قادرين على هذا الشي أدعم المنتخب من ملعب البصرة وبالدقيقة 25 لازم تسوي لك فعالية والجمهور يتفق عليها أشوفكم بخير يا رب مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة